بعد حصول الناجحين على كشف النقاط المحصل عليها في البكالوريا تأتي عملية ملء بطاقة الرغبات والتي تحدد مصير كل طالب حيث انطلقت العملية إلكترونياً مساء الأربعاء إلا أن بعض الطلبة وأوليائهم فضلوا التنقل للجامعة للاستفسار وأخذ المعلومات حول التسجيلات الرقمية الجامعة سترافقكم في التسجيلات الأولية في كذلك التسجيلات النهائية لرح تكون لأول مرة مئة في المئة رقمية تساؤلات كثيرة كانت تجول ببال الطلب الجدد منها ما تعلق بالمعدل الموزون أو التخصصات المتاحة لهم وفقاً للمعدل وطريقة التوجيه تود اختيار المدرسة الوطنية العليا للذكاء الإستنائي مدرسة العليا المتعددة تتعالى الهندسة المعمارية معدلتك مرتفع ما شاء الله يسمح لك باش تلتحق بهذه المدارس جامعة الجزائر واحد من بين مؤسسات التعليم العالي التي خصصت فضاء رقمياً لحامل البكالوريا وجندت كل العاملين من تقنيين وأساتذة لمرافقة الناجحين من أجل توجيه أفضل جامعة الجزائر واحد وفرت كل الشروط المناسبة من أجل مرافقة الطلبة وتقديم الشروحات اللازمة من أجل توجيههم لوضع بطاقة الرغبات الأولية التي تتكون من 6 إلى 10 اختصاصات المرافقة الجيدة لحامل البكالوريا في مرحلة التسجيلات الأولية من شأنها الرفع من إمكانية الحصول على التخصص المراد دراسته ترجمة نانسي قنقر